بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا مهنسة مع مريا بيطاليا اصلي من بنزرت ونصبر ونجي ونطلع البلاد وكل ما نجي نلقى حاجات تسرقت من بنزرت راو بنزرت يسرح لوا راو ربي اعطانا نعمة مخسارة مينيش عارفين قيمتها ربي اعطانا البحر الجبل الغابة وللأسف فم عباد ما يهمهمش في مسلحة بنزرت وقعدين يبيعوا فيها بأرخص لسويب انا مفهمتش عليش البنزرتية ما همش قعدين يدفوا على بنزرت تقول عليهم ما همش قعدين يعيشوا فيها ومتهمهم حتى الطرف عنا برشة مشاكل كما مشروع مارينا والليتو قعدين جايين في الثنية كما مشروع عينديموس كما مشروع راس انجلة ورانا بنزرت بش نخسروها ولازم ننفيقوا على رواحنا ما كانش والله العظيم راو الدنيا الكلية بش تضيع منه وبش نخسرو بنزرت وبش راسينا بش نجموا نعوموا وعومة في البحر لازمنا نخلصوا مليون انا بش نحاول نفسرلكم مش نية الحكاية اما لازمنا نفيقوا اول حاجة انه مشروع مارينا لازموا يوقف لازموا يوقف خاطر عندهم برشة تجاوزات اول حاجة الارض اللي يشريوها وقعدين يبنيوا عليها هذيك كانت تابع الملك العمومي بدلوها بشوالات من املك الدولة وبعوها على تسعين دينار الميترو بدلوا البلون دا من اوغبان اللي قلت قديش عندك من طابق بش تبنيه كان يسمح بطاقين ولا يسمح بستة طيقان ومكتوب بستثناء مارينا ما احترموش المعالم التاريخية متاعنا كيما سور المدينة كيما المتحف ما احترموش التاريخ متاعنا عنا اكثر من 3000 سنة تاريخ المرسى القديم سكروا عليه الماء ولا معاش يدخل الطيارات متاع الماء ما عاش تدخل بش تجدد الماء في المرسى القديم ولا بش يولينا الماء متاعو اكحل والكلو منتن واه واول حاجة لازمنا نعملوها هي انو المشروع البني لازمو يقف خاطر قاعدين يبنيو وبلايش رخصة عندهم قريب العام ما يبنيو بلايش رخصة والمسؤولين قاعدين يطفيو في الضو حسب اللي فهمت اللي المسؤولين عندهم مصالح وراء الحاجات هذوما وعندي الوثيق الكل اللي توري معناها اللي امورهم مش قانونية حتى طرف والمشروع هذي بعثوه كمشروع سياحي باش نجمو واخذو الرخصة وبعد ما اخذو الرخصة بدلوه بدلوه وردوه بورتمين بطيما وقاعدين يبيعو في اللي امور شريو المترو ب90 دينار قاعدين يبيعو في المترو ب300 دينار وحسب هذوكم فوا نفيتاج معناها ربح صافي على حسابنا احنا هذيك الارض احنا الناسرتية اخسرناها وهوما شريووها بأرخص لسويم وقاعدين يبيعو فيها وقاعدين يبروفيتيو وخطر المحاكم متاعنا والمسؤولين متاعنا قاعدين مطفيين الضوغ قاعدين لايين ببرشة مشاكل اخرى هما قاعدين يبنيو 24 ساعة على 24 ساعة وقاعدين يزربو في رواحهم وقاعدين احنا نطفاذاو شوية نلقا ورواحنا قدام الامر الواقع ونلقاوا كل يد شدة اختها وما نجمو نعملو حد شيء يقولو لك باش يقولو لك البنية تبنيت وشنور باش نجمو نعملو وما نجموش لا نكسروا ولا نهدوا دونك علينا باش يقولو لك عليكم كانت ترضاو بهذا المشروع ولازمكم تتعايشوا علي معاه دونك انا مراي اول حاجة لازمنا نحط اليد في اليد لكنا مع العرضنا ونقفوا وقفوا صحيحة ونوقفوه مع البني وما نقعد ونستنىو في القوانين خطر كيف نقعد ونستنىو في القوانين باش تاول الحكاية ونقاوا رواحنا خسرنا كل شيء وعندهم عاقد يقول اللي انبعت خمسة سنين من اللي يشريوها الارض هذيك يجمو يتصرف ما يحبو دونك يجمو يسكروا علينا ويقولو لنا انتم ما عندكمش الحق باش تدخلو لا عندكم اللي فلوكة وليبرتمين لذلك ما تدخلوش والقانون هما راهم ضمنوا رواحهم امور قانونية لذلك يا ابنة زرتية نفقوا على رواحنا لازمنا نحطوا اليد في اليد ولازمنا نحميو بن زرت لازمنا نظهروا الحق والملفهم تمارينا راهم خبي وما نعرفوش عندش كون بالضبط خطر عندهم وبرشة حاجات مهمش قانونية لذلك يا ابنة زرتية لازمنا ننفق على رواحنا ونعملوا حاجة ورب معنا سلام طرق